مقر ولاية جاهة مراكش أسفي حيث انعقد اللقاء الجهوي التشوري السادس حول بلورة خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة الفين وخمس وعشرين الفين وست وعشرين هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار المقاربة التشاركية التي أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية يرم توسيع النقاش مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين بهدف تقديم مقترحات ملموسة لإثراء خطة العمل في مجال التجارة الخارجية كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلفة بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن هذه اللقاءات التشورية ترم تنزيل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بضرورة العمل على تنزيل السياسة القطاعية على مستوى الجهة الكل كان متفق على أساس أنه سنوات المقبلة وخاصة أنه كل البنيات التحتية بفضل وفعل أوراش الملكية السامية مكنت من أن تكون جهة مراكش متوفرة على كل الإمكانات باش تكون عندها واحد رقم متميز كذلك فيما يتعلق ماشي فقط في السياحة ماشي فقط في الصناعة التقديدية ماشي فقط في مواضع أخرى كذلك يكون عندها رقم متميز في الصادرات الصناعية والي جهة مراكش أسفي عمل عملة مراكش فريد شوراق استعرض الأليات التي سيتم الاشتغال عليها في القريب العجل لبلورة أرضية واقعية مشتركة تتفاعل فيها المنظومة المؤسستية والمبادرة الحرة للفاعلين للوصول إلى الأهدف المنشودة نائب رئيس مجلس جهة مراكش أسفي يونس بن سليمان أكد أن التعاون بين الجهة والإدارة المركزية والسلطات المحلية مكن من خلق مجموعة من المناطق الصناعية التي تكتسي أهمية كبيرة وبإمكانها مواكبة التطور المضطرد الذي يعرفه المغرب شكرا شكرا